بسم الله الرحمن الرحيم ها هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه رداء خفيا قال رب إني وهدى الأرض مني واشتعل الردس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكان تمراتي عاقرا فهدري من لدنك وليا يرثني ويرثني آل يا عقوب وتعلم رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يهيا لم نتعله من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد غلقتك من قبل ولمتك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من الإحراب فأرحى إليهم أن سدقوا بكرة معشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وفروا بواردين ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتهتت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعلم بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هم هلين يهين قال كذلك قال ربك هم علي يهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مغضيا فحملته فانتبثت به مكانا قصيا فأجاء أهل بخاط إلى الجذع النخلة قالت يا ليت إيمت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلا ذاها من تحتها ألا تأسني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا دنيا فأكني واشربي وقدي عينا فإما ترين من الفشر حدا فقولي إني لذر الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مغرر لقد جئت شيئا فريا يا أفتهارون ما كان أبوك مراسوه وما كانت أبوك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنك حيا وذرا بوالدتي ولم يجعلني جدا وانشقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتغون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يطرم لهكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأنصر يوم يكوننا لكن الظالمون اليوم في طلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من الليل ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أعرف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أغاضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني وليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلهم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وسألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعمدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا تعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وتعلنا لهم لسان صدق عليا واذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ولا ليناه من دار بالطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخار هارون نبيا واذكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا معديا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ثرية آدم ومن من حملنا معلوم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا كتلى عليهم آيات الرحمن خروا سدنا ومبيا الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضعموا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب على من عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده متيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي يورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا أرض السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم لهم سميا ويقول الإنسان إذا ما بدت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فاربك لنحشغنهم والشياطين ثم لنغضرنهم حول جهنم جذيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عطيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم النجي الذين اتقوا ولذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورنيا قل من كان في الطلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأطعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا ثردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بربادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأسهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشه المتقين إلى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات لتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أهل لو تسمع لهم ركزا أهلا الله أكبر